اشتركوا في القناة لصالح ما تسميها الجمهورية الوهمية اثر مشاركة الزعيم العصابة ابراهيم غالي في اشغال قمة الاتحاد الافريقية والاتحاد الاوروبية التي احتضنات بروكسل شهر فبراير المنصرمة حيث اكد في جواب كتابية لفائدة البرلمان الاوروبية ان موقف الاتحاد هو عدم الاعتراب بكيان مستقلة في الصحراء وفي رده على الثؤال وجه النائبة الشيكية طوماش زيتشوفكي اكد بوريل ان مشاركة الزعيم المرتضقة في القمة لم يكن له اي تأثير على موقف الاتحاد الاوروبية مشددا على ان عدم اعترافي بالجمهورية التي تدعيها عثابة المرتضقة معروف ولم يتغير مشددا الدعم الكامل لجهود الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصية ستيفان ديمستورا للوصول الى حل عادل وواقعي ودائم ومقبول للطرفين منشيرا ايضا الى ضرورة احترام قرارات مجلس الامن وفي هذه النقطة تحديدا اشار بوريل الى نقطة تصب في صالح الطرح المغربية حيث نص على ضرورة احترام قرارات مجلس الامن التابعة للامم المتحدة ولسيما القرار 26-02 ثادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021 وهو ذاته القرار الذي رحبت به الرباط في الوقت الذي اثار غضب الجزائر وعثابة البوليثاريو حيث لم يحمل اي اشارات لاذانة عملية القرقرات ولا لوجود الحرب التي تدعيانها في الصحراء كما استمر في اعتبار الجزائريين طرفا في الثراعة وكان النائب تشيكي قد انتقد في ثؤاله استقبال الزعيم المرتزق من طرف الاتحاد الاوروبية واصفا الامر بانه يتعارض مع قيم ومبادئ اوروبا المتعلقة بحقوق الانسان منشرا الى الوضع في مخيمات تندوف بالجزائر التي قال انها تشهد انتياكات حقوقية واصبحت ارضا خصبة لتجنيد الشباب من قبل جماعات الجريمة المنظمة والشبكات الجهادية الناشطة في منطقة الثاحل والصحراء مبديا سخطي ايضا على استقبال قيادات البوليثاريو في دول عروب الاتحاد الاوروبية رغم كونهم متهمين بجرائم تتعلق بالاغتثاب والخطف والتعديب والتصفية الجثدية وانتحال الهوية وللاشارة فان غالي حضر الى بلجيكا للمشاركة في القمة الاوروبية الافريقية يومي السابع عشر وثامن عشر فبراير الماضي بفعل عدوية العصابة في الاتحال الافريقية والذي كان الطرف الذي وجه اليه الدعوة في حين لم يحضى باي استقبال رسمية خلال وصوله الى مكان الاشتماع ولم يستقبل اي زعيم دولة اوروبية باستثناء رئيس الوزراء الاسبانية بيدرو سانشيذ الذي كشفت صحافة بلاده انه التقى به على هامشي احدى الاشتماعات وفي خبر اخر الجزائر والبوليساريو قلقان بعد اقتراب ادارة بايدن من الترخيص لصفقة تسليح للمغرب وتقترب ادارة بايدن من الترخيص لصفقة تسليح لفائدة المغرب وهي الصفقة التي كانت قد تم الاتفاق عليها مبدئيا بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية في عهد الرئيس السابق دولان ترامب حيث اخترت ادارة الكونغرس في دجنبر 2020 بموافقة على مبيعات اثلحة للرباط بقيمة تصل الى المليار دولار وتزامنا مع هذا الاقتراب اقدم 11 عدو من الكونغرس ممن يتبنون مواقف تميل الى الجزائر وعثابة البوليثاريو الى باعة رسالة الى ادارة بايدن يطالبونها بعدم اكمال هذه الصفقة مع المملكة المغربية بدعوى انه لا توجد ضمانات على ان المغرب لن يستخدم تلك الاثلحة ضد عثابة المرتذقة في نزاع الصحراء ونشرت الجزائر عبر ادروعها الاعلامية الرسمية ومعها صحافة المرتذقة في تندوف هذه الرسالة التي وجهها اعضاء الكونغرس بالرغم من كونها مجرد رسالة لا يعرف ما اذا كانت ادارة بايدن تستجيب لها او ستتجاهلها كما تجاهلت رسالة سابقة باعادة النظر في قرار الاعتراف بالصحراء المغربية وهو ما يشير الى وجود قلق عند هذين الطرفين من امكانية اقدام ادارة بايدن من الترخيص بشكل رسمي للصفقة المرتقبة مع المملكة المغربية وما يزيد من قلق طرفي النزاع في قضية الصحراء الجزائر وعثابة البوليساريو وفق عدد من المتتبعين هو نوعية الاسلحة التي تم الاتفاق عليها بين المغرب وادارة ترامب السابقة حيث تشمل اربع طائرات مثيرة عن بعد امريكية الصنعة اضافة الى اسلحة ودخائر اخرى ستزيد من تقوية الترثانة العسكرية للمغرب وتشكل الطائرات المثيرة عن بعد الدرون من الاسلحة التي تثير قلقا كبيرا لميليشيات المرتضقة التي اصبحت تتكبد خسائرا كبيرة جراء طائرات الدرون التي بدأ يستخدمها الشيشة المغربية في الصحراء خلال السنتين الاخيرتين وقد وصفها قائد عسكري لدى البوليساريو في تصريح للصحيفة اسبانية العام الماضية ان الدرون اصبحت كابوسا مرعبا لعناصر المرتضقة ويمتلك المغرب العديد من المثيرات الحربية حصل عليها خلال صفقات تثلحنا مع تركيا واسرائيل وشرع في استخدامها حسب ما عرف رسميا في الاعلام العام الماضي هذا وتجر الاشارة الان ادارة بايدن وضعت العديد من صفقات التثلح التي ابرمتها ادارة ترامب السابقة مع عدد من البلدان بما فيها المغرب تحت المراجعة قبل اعطاء الموافقة وقد رخصت مؤخرا ببيع اسلحة للسعودية والامارات ويرجح ان تتم الموافقة على السفقة المغربية في مقبل الشهور يتخوف الفاعلون في القطاع الفلاحي باسبانيا من منافسة اكثر شراثة لمنتجة مجموعة من البلدان وفي مقدمة المغرب داخل الاتحاد الاوروبية حيث يعتقدون ان انضباط حكومات تلك الدول للعقوبات المفروضة على روسيا من طرف الاتحاد ومن لدن منظمة التجارة العالمية بسبب حرب على اوكرانيا ستعني في المقابل فتح ابواب القار العجوذ امامهم بشكل اكبر لايصال منتجاتهم الى اثواقها وابدت جمعية الفلاحين باقليم فالينثيات تخوفها من المنافسة المغربية تحديدا مبرزة ان الفواكه وتحديدا الحوامد الى جانب بعض الخضر مثل الطماطم والفلفل والبادنجان والخيار التي تنتج بالمملكة المغربية والتي كانت عادة تصدر الى روسيا بكمية كبيرة ستغير وجهتها لكون الرباط ستجد نفسها ملزمة بالانضباط للعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية اذا ارادت عدم خسارة حلفائها الاستراتيجيين المتمثلين في الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية ووفق المنظمة نفسها فان هذا قد يعني توجيه الصادرات المغربية بشكل اكبر الى دول الاتحاد الاوروبي كاسواق بديلة وهو ما يهدد المنتجات الاسبانية بالنظر لان المملكة استطاعت ان تحتل الفراغ الذي خلفته اسبانيا ودول اخرى في السوق الروسية بعد منع موسكو دخول المنتجات الفلاحية الاوروبية الى اسواقها اثر العقوبات التي فردت عليها بروكسل بسبب ضم جزيرة القرم سنة 2014 وهو ما عجل بتوقيع الاتفاق الفلاحية المغربية الروسية ووفق تقارير اسبانية فان العاملين في مجالي الزراعة والتروة الحيوانية قلقون من العواقب التي ستحدثها الحرب الروسية الاوكرانية عليهم تزامنا مع الضغط الحاصل على الفلاحة في اسبانيا نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة المتعلقة باسعار الطاقة والحبوب واعلاف الحيوانات الامر الذي دفعهم الى دق ناقص الخطر من مواجهة منافسة اكبر داخل الاتحاد الاوروبي من دول مثل المغرب وجنوب افريقيا ومصر وتركيا واكد من دول امريكا الجنوبية وظل المغرب يعمل على موقعه الجديد كاول شريك تجاري لروسيا من قارة افريقيا وذلك منذ لقاء الملك محمد الثادث بالرئيس فلاديمير بوتن سنة 2016 في موسكو حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بخمسة عشر مرة ووصلت الى مستويات قياسية وفي العام الماضي قال الممثل التجاري لروسيا في المغرب ان التجارة تنائية بينهما زادت ب13% لتبلغ حوالي 670 مليون دولار ابتداء من الربع الاخير من سنة 2020 وفي المغرب ايضا حيث افاد مكتب الثرفن الثادرات الفصفات ومشتقات تضاعفت خلال شهر يناير 2022 حيث بلغت 7.79 مليار درهمة مقابل 3.48 مليار درهمة فيما تم يناير 2022 واضح المكتب في نشرة الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر يناير 2022 ان هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الاثمرة الطبيعية والكيموية الراجع الى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف في حين سجلت الكيميات المصدرة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.6% وبالموازات يضيف المصدر فان مبيعات قطع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفعت بنسبة 8.4% مسجلة 7.65 مليار درهمة عندما تم يناير 2022 ويفثر هذا التطور بالزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية بنسبة زائد 36.2% مبرزة ان مبيعات الفلاحة والقنص سجلت انخفاضا طفيفا بـ 5.3% وفيما يتعلق بصادرات النسيج والجلد فقد سجلت زيادة بنسبة 20% برسم شهر يناير 2022 ويُعزاهد التطور الى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة زائد 18.3% والملابس المنسوجة بنسبة 18.4% والأحدية بنسبة زائد 21.7% من جانبها تراجعت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 15.5% الى 6.98 مليار درهم ما تم شهر يناير 2022 مقابل 7.89 مليار درهم في أثنة الفارطة في حين سجل عدد السيارات السياحية المصدرة شبه استقرار عندما تم يناير 2022 بتسجيل 22.112 السيارة مصدرة مقابل 22.144 السيارة حتى ما تم يناير 2022 سجل عدد السيارات السيارة